بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثانهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لناعلم أي الحزبين أحصان ما لبثوا أمدا and afterward we raised them up we woke them up just as we sent them to sleep that we might know we might see which of the two parties the believers or the disbelievers would best calculate the time the duration that they had tarried in the cave we narrate unto thee we exposit to you their story with truth لو they were young men who believed in their lord and we increased them in guidance in insight into the matter of their religion it is also said that this means we made them firm in their faith نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شقطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا For they, if they, the Magians, should come to know of you will stone you, kill you, or turn you back to their religion Zoroastrianism then you will never prosper you will never escape from Allah's punishment 3.17 and say not, O Muhammad, of anything, lo I shall do that tomorrow or I shall say that tomorrow إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ولبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 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 خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا say to you Yana it is the truth there is no deity except Allah from the Lord of you all then whosoever will let him believe and whosoever will let him disbelieve this is a threat from Allah it is also said that this means for whomever Allah wants faith he will believe and for whomever he does not want faith he will not believe لو we have prepared for disbelievers for Yana and his host fire its tent enclose at them the extent of the fire surrounds them if they ask for showers if they ask for water to drink they will be showered with water like molten lead like boiling oil or hot liquid silver which burneth the faces calamitous the drink and ill the resting place he says evil is their dwelling he says evil is the abode of their companions the satans and the disbelievers وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلِظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابًا وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا 1838 But I say, He is Allah, my Lord, my Creator and Provider and I ascribe unto my Lord no partner among idols or some morning the water thereof, the water of the garden will be lost in the earth, will sink in the earth, out of reach so that thou canst not make search for it, so that you cannot access it لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عوشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاشيما تذعوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا and remember when we said unto the angels who were on the earth fall prostrate before Adam a prostration of greeting and they fell prostrate all save Iblis their leader he was of the jinn of the tribe of the jinn so he rebelled against his lord's command he disobeyed his lord and refused to prostrate to Adam will ye choose him will you worship him and his seed for your protecting friends as lords instead of me instead of Allah when they are an enemy unto you whose enmity is quite manifest calamitous is the exchange in worship it is also said that this means evil is that which they exchanged they exchanged the worship of Allah with the worship of Satan and it is also said they exchanged the protecting friendship of Allah with the protecting friendship of Satan for evildoers for idolaters وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذارهم وقوا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا الله then mentioned the story of Moses with Qaider It so happened that it came to Moses's mind that there is no servant on the face of the earth who is more knowledgeable than him And so Allah said to Moses, I have a servant on earth who is more obedient to me and more knowledgeable than you, and this servant is Qaider Moses said, O Lord Guide me to him He said, Take with you salted fish and walk along the sea shores until you find a rock in which there is the fountain of life Sprinkle some of the water on the fish until it comes back to life There you will meet Qaider Allah said, And when Moses said unto his servant, his servant was Shajarda Joshua ben Nun, an Israelite nobleman He was his servant in the sense that he kept his company and served him I will not give up until I reach the point where the two rivers meet, where sea water meets with river water, i.e. where the Persian Gulf and the Mediterranean Sea meet Though I march on for ages, or I will continue going on for years If Moses said unto him that he does not have a burden on the water without having to enter a broader community as well فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغى فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا So they twain journeyed until when they came unto the folk of a certain township Antioch they asked its folk for food they asked its inhabitants for bread but they refused to make them guests they refused to give them food and they found therein a wall upon the point of falling into ruin and he repaired it Kyder repaired it Moses said If thou hadst wished O Kyder thou couldst have taken payment for it in the form of bread that we could eat فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأوين ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يرذي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَنُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا But as for him who believeth, in Allah, and doeth right, sincerely to Allah, good will be his reward, paradise will be his reward in the hereafter, and we shall speak unto him a mild command, we shall speak to him in a kind manner. 325 Then he followed a road, toward the east. Those whose eyes were hoodwinked, those whose eyes were blind, from my reminder, to my divine oneness and scripture, and who could not bear to hear, the recitation of the Quran due to their hatred of the Prophet Muhammad, bull. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الحُسْنًا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وارسنون الي two the disbelievers in Muhammad Ochbul and in the Quran reckon that they can choose my bondmen can worship my servants as protecting friends beside me think that they can choose my servants as deities beside me thinking that they will help them in this life and in the hereafter it is also said that this means is it enough that the disbelievers choose to worship my servants as deities Lo! We have prepared hell as a welcome for the disbelievers. Lo! We have prepared hell as a welcome for the disbelievers. Lo! We have prepared hell as a welcome for the disbelievers. That is why they gave their hell with what they were lying and what they were lying. Lo! We have prepared hell as a welcome. 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 Lo! We have prepared hell. Lo! We have prepared hell as a welcome. 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 Lo! We have prepared hell as a welcome.